السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور والضاح الحاج اه استاذ مشارك طب الفم وامراض وجراحة اللثة اه عميد كلية العلوم الطبية رئيس خصف طب الاسنان جامعة الحضارة اه مرحبا بكم جميعا كل الشكر لمجموعة طب الاسنان الاسنان مباشر وللدكتور اه مازن دوماني على الدعوة الكريمة اه نتمنى ان نقدم اه محاضرة يعني اه مفيدة للجميع اه بذلك ستكون محاضرة باسم الساينس ليفت كومبلكيشنز اذا كما نرى هنا الان محاضرتنا اليوم ستتحدث عن اه عملية الساينس ليفت اللي اغلب الناس يعني اقل شيء يعرفوا انها ما هي بالضبط ولماذا تعمل سنتكلم الان اول سنتحدث الان عن الكمبلكيشنز اللي ممكن تحصل اثناء عملية رفع الجيوب الانفية طبعا عملية رفع الجيوب الانفية هي تعمل اه اثناء احيان لما يكون ما عندناش يعني اه عظم كافي اه او كمية عظم كافية اللي نعمل فيها طبعا هي في محاضرة ان شاء الله محاضرة اه لازم في البداية يكون واحد فاهمها وفي محاضرة عن الكلام هذا ان شاء الله لكن احنا وضوعنا اليوم احنا ما بنتكلم عن الكمبلكيشنز اه فان شاء الله اللي اه ان شاء الله في المستقبل شخصيا بنزل المحاضرات كامل عن هذا الموضوع باذني الله طيب في البداية بس مقدمة سريعة كذا قبل ما ندخل على الكمبلكيشنز اللي نتكلم عن ما هو السينس ليفت السينس ليفت اه ايضا يسمى السينس فلور اغمينتيشن او يسمى السينس جرافت او السينس بروسيجر هي عبارة عن عملية جراحية تهدف الى زيادة كمية العظم في البوستيرير المكزيلا الان لما اجي اش اريد احط زرعة في منطقة البوستير المكزيلا طبعا احنا معروف ان من الاساسيات من اهم النقاط اللي مطلوبة في انك لما تجي تريد تحط زرعة انه يكون معاك العظم الكافي في كل الديمنشنز يعني لازم يكون معاك العظم الكافي ميزيو دستل باكو لينجوال وكمان اه احنا دائما تلاقينا تقابلنا مشكلة في غالب في المناطق الامامية لما نجي في المناطق الامامية نلاقي انه حسن انه معانا ارتفاع كافي لكن ما يكونش معانا كافي يعني نلاقي انه او انساز او في معي ارتفاع كافي لكن ما نلاقيش معي اللي هو الباكولينجوال او الباكو بالاتل او الليبيو بالاتل الكمية الكاهية العكس في المنطقة الخلفية في المنطقة الخلفية وبالذات في البوستيرير مكزيلا بنلاقي انه بنلاقي في معانا كويس لكن ما نلاقيش ليش يا دكتور لانه يحصل معي عمليتين في نفس الوقت العملية الاولى العفو العملية الاولى انه يحصل للالدور واخد تنقص من جدا العملية الثانية انه يحصل في المجزيرة ساينس هو توسع مستمر مدى الحياة احنا عارفين انه او الغالب عارف طبعا انه المجزيرة ساينس في الطفل مجزئة المجزيرة الساينس في يعني غالبا تحصل انه يحصل توسع او يحصل لكل ما عدل اللي هو جهة النيزل كافيتي وهي طبعا نعمة من ربنا لانه لو الول اللي بينهم هو الول بسيط ولو راح ممكن يحصل ما بين النيزل كافيتي والمجزيرة ساينس فيحصل توسع باستمرار هل التوسع يخلي الارتفاع او الابون الهايت اللي موجود ما بين الساينس وما بين يعني قلم على الوقت ممكن مثلا في البداية تحصل نمعها 12 14 16 18 ميلي لكن لو واحد فقط اسنانه مبكرا اه فيحصل زي ما قلنا نتيكات النيومتزيشن منجها ومنلقها الثانية انه يحصل اه فانه يلاقي انه ما عدباقش مع هنا غير ثلاثة ميلي اربعة ميلي فنحتاج انه نعمل عملية نسميها الساينس ليفت اللي هي او الساينس ليفت اللي هي زي ما قلنا تكون في منطقة البريمولر او المولارتيث اه طبعا العملية تتجه الى حكاية انه هنضحي ببعض حجمة الساينس وهذا الحجم اللي بنضحي فيه بنعوضه بحكاية في المنطقة هذي عشان نعمل مكان او عظم المناسب على اساس انه اه طبعا يكون هدا عن عن طريق رفع الممبرين لانه احنا عارفين انه الساينس او مغطاة او مبطنة بساينس اه ممبرين نسميش فنرفعه الى الاعلى ونملة تحته عشان كده نسميها طيب انش نتكلم بسرعة عن اشياء كده سريعة عشان نفهم بعض المصطلحات اه في حاجة نسميها وفي حاجات او اشياء نسميها ايش الفرق ما بين الاكسيدنت والكومبليكيشنز هي عبارة عن الاحداث اللي تحصل خلال العمل نفسه يعني وانا شغال حصل فيه مطلا شي معين حصل لشي اخر حصل لي حصل لي يعني حصل شي ازي كده هذي نسميه اما هذي غالبا اللي تحصل في وقت بعد يعني ممكن اما يعني احنا معنا طبعا لكن ما تحصلش في اثناء العمل ولكن بعده اما بعده مباشرة او بعد فترة. طيب بشكل عام احنا ما تكلمنا الان احنا طبعا برضو السنس لافت احنا نتكلم عن شغل يعني هو من الخطوات المترافقة مع مع معنا في وفي هذي اللي تحصل يعني بعد العمل في فترة ما بعد العمل مش متأخرة هذي غالبا اللي تحصل اثناء السن الاسنان فوق التركيبة بعد ستة اشهر بعد سنة بعد سنتين وتحصل هذي نسميها طيب بطريقة اخرى او بطريقة اكثر تفصيلا في معانا الاشياء اللي ممكن تحصل داخل العمل وانحنا جايزين نشتغل وهذي اللي نسميها نلاقيها زي اشياء زي اللي احنا شايف هنا او امامنا زي انه يحصل لي انه يتمزق الممبرين اثناء العمل اه انه يدخل يحصل للجرافتينج متيريال داخل السينس يعني بتدخل المتيريال داخل السينس بدل ما تكون من تحت الممبرين او انه بنفسها كلها تدخل داخل السينس وهذي طبعا مشاكل كبيرة جدا او انه يحصل لي في معانا الارتري عدي القريب من السينس فممكن يعمل له يحصل له تيرنج ويحصل او يحصل ايضا ايضا برضو له سيبر ارديورر او الانفراوربتال نيرز في القريبين قريبين من هذي منطقة. طيب معانا 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 حاجة تحصل يعني بشكل سريع بعد الشغل اما يحصل المنطقة اما بليدنج اما انه القرح القرح ما يتقفرش بشكل كويس اما انه يحصل او بليدنج في السينس نحصل انه في بليدنج ويطلع من الانف او هيماتومة داخل السينس او بين مستمر او بارستيزيا زي ما قدنا لو ضربنا نيرف او يحصل احيانا في معانا انه يحصل انسداد للفتحة اللي ما بين الانف والسينس اللي هي اما يحصل كورونيك سينسايتس الاكيو سينسايتس يتحول لكورونيك اما انه تتصلب وعلشان كده ما يحصلش اي اوسيو انتغريشن مع الامبلنت اللي حطيتها وعلشان كده ممكن تحصل انه يحصل التهاب شديد للعظم او يحصل انه يحصل اللي هي اللي موجودة الوريدية اللي موجودة في 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 الكرانية يحصل فيها وهذا خطيرة جدا ممكن تؤدي الى مشاكة كبيرة جدا او يحصل التهاب شديد جدا يوصل على مستوى او انه ما يحصلش لمقنة ما ما نعملش كويس وما يحصلش او انه يحصل تواصل ما بين الاورو وانتر كومنيكيشن يتواصل يحصل التواصل ما بين والانترام او طبعا كلمة هي نفسها سينس او يحصل زي الدوخة بعد العمل زي ما احنا شايفين الصور الامامنا الان يعني هذه الصورة الاولى زي ما انتم شايفين في الصورة الاولى على الشمال هنا في اه اللي هو ما حصلش انقفال كويس لمنطقة الاو او اللي كان اشغالي عليه الصورة اللي في الوسط في الاعلى هذه زي ما انتم شايفين في واضح في الصورة اللي جنبها على اليمين زي ما انتم شايفين كيف حصل دخلت لداخل السينس هذه الصورة اللي تحت على الشمال شايفين كيف حصل في في يعني في فتحة متصلة ما بين السينس وما بين الاورال كافيتي وهذه الصورة بالاندسكوبي للأوستيام اللي هو ما بين الفتحة اللي ما بين السينس والنيزر كافيتي وكيف حاصل لها زي الانسداد في المنطقة هالي طيب ما هي الانترا اوبراتف كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل اثناء السينس ليفت طيب اهم واكثر الكمبليكيشنز اللي ممكن تحصل اثناء السينس ليفت وهي اكثر حاجة بتكلم عليها هي زي ما قلنا احنا الان لو ناس كثير مش يمكن مش عارفين المعلومة هذه رغم انها من اي واحد يعني دارس تشريح السينس بيكون عارفها انه في السينس مش بس كتلة عظمية او فراغ داخلها هوا فقط لا هي مبطنة بالميمبرين الميمبرين هذا نسميه الشنايديريان ميمبرين هو عبارة عن ثن ميمبرين ما هوش بالقوة هذه للعكس لقيق جدا ومعرض ان يتمزق بكل بساطة طبعا البرفريشن يحصل متى متى ممكن يحصل البرفريشن الميمبرين وانا اعمل للويندوز زي ما قالت رقم لو كان لو كان واحد متابع محاضرات من قبل من خصوص السينس بيعرف ان في طريقة طريقة اسمها وهي الطريقة ان احنا نفتح من من الجنب من الالك يا كريستال وبعد نرفع الفلاب ونبدأ نحضر من جانب او من امام السينس الويندو هادي ممكن احضرها بالراوند بير ممكن احضرها بالبيزو سيرجي اه توم او حاجة زي كده فاحيانا وانا احضر بالراوند بير مثلا ممكن يعدي البر علي من يعدي العظم وممكن يوصل يلمس الميمبرين فيعمل لي برفريشن تمام طيب فتحنا الميمبرين الويندو من غير مشاكل احيانا وانا استخدم وانا احاول ارفع الميمبرين لانه احنا نشبهها دائما بقشرة البيضة حتى لما ندرب الطلاب على الموضوع هذا فحنا نجيب بيضة نفرغها ولو لو ركزتم انه في زي القشرة زي الغشاء الرقيق جدا اللي يكون من داخل بيضة فحاجة زي كده تكون بنفس يعني ممكن اكبر شوية بس بنفس الفكرة تقريبا فا وانت تحاول ترفع وتداد فاجئ انه لو بالذات لو استخدمت فرص فرص قوية او كانت اللي هو استخدمهم في رفع الميمبرين اا كانت مش باتقاه العظم باتقاه الميمبرين ممكن تعمل لي وهذه بقى اكثر ما عادة اكثر منطقة يحصل فيها الميمبرين تير احيانا خلاص رفعنا برضو كل كويس كل شي تمام بس قالسين احنا قالسين نعمل اا نرفع اا عملنا بطريقة قوية شوية ضغط قوي او وزودنا الكمية يعني اوفر في الحصل فممكن برضو يعمل لي وهذا غالبا ما نعرش فيه يعني انتفاقية بخروج مثلا احيانا او من الانف لانه هذا غالبا تكون خلاصا تملل العظم تعب العظم اا في المنطقة وخلاص مش شايف انه حصل فوق اا احيانا في الطريقة اخرى اللي هي طريقة الاستيوتو استيوتومي بربريشن لاحيانا نعمل مش عن طريقة في طريقة اسمها من نفس الفتحة اللي نعمل فيها بس ننطير الكمباكت بون اللي هو موجود تحت تحت السينس ونبدأ نحشي العظم من تحت احيانا برضو مع زيادة من تحت او عند او نفسه هو يدفع ممكن يعمل لي او تير الشنايديريان ميمبرين طيب اذا ايش الاشياء او ما هي العوامل اللي ممكن تزود الريسك للميمبرين برفريشن هل في اشياء ممكن تخلي انه فيه امكانية اكثر انه يحصل لي ميمبريشن طبعا اول شي اللي هو وجود السبتة اللي عارف تشريح الميمبال السينس اا او مجزر السينس بيعرف انه في احيانا فيه اشياء انه السينس مش فيه غالبا احيانا متكونش غرفة واحدة مش قطعة واحدة احيانا نحصل انه فيه السبتة مفصلة لزي الكمبارتمنتس الى اكثر من مقطع فنحصل انه هادا عاملة عاملة زي الاسوار او الفواصل اللي بين فيه غرفة واحدة اللي تعزلها الى اكثر من من غرفة هذه المنطقات كتحصلها فيبراس اكثر فلما تيجي ترفع من عندها تحصل في مقاومة تحاول ان تترفع اكثر وتتفاجئ انه من جنبها على طول يتمزق الميمبراين. طيب الميمبراين بس ببضو كونه هذي برضه من اللي ممكن تؤدي احيانا نلاقي لو في في المنطقة انه في في مناقق معينة فتحصل انه في ادهيجن في البون اكثر تيجي ترفع من ارضاش ارتفاع معاك. طيب اذا في قد فيه شغل السابق في السينس ان كان من اي ان تي او من سينس سابقة برضه يخلي امكانة التمزق اعلى. اه اذا كان في اي باثولوجي داخل السينس في 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 برضه يخلي الميمبراين اقل اكثر هشاشة واقل متانة. فممكن يتمزق معك ببساطة. او لو حصل زي ما قلنا مع طيب لما يحصل ايش اللي ممكن يحصل معي يعني بعد الفترة ايش بيحصل باحتمالية كبيرا انه يحصل ممكن زي ما قلنا يتحول الى ممكن يحصل في المنطقة ممكن يحصل نتفاجع بحروق دم من الانف ممكن يحصل زي ما قلنا ما يتغلقش فوق المنطقة اللي فيها المشكلة وممكن زي ما قلنا يدخل داخل ونفقد وما يحصل مشكلة ما يعني ما ممكنش استفدنا منه شي ما يحصل لوش اه اه و لما نيجي نحط ميحصلش اي 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 طيب. كبريفنشن احنا الان كيف نقدر او كيف نستطيع اننا نمنع انه يحصل لنا بري اه اه او نحاول انه نمنع انه يحصل اول شي في البداية قبما ندخل الشغل لازم نعمل او نحاول نعمل نكون شايفين عن طريق اما اذا معنا بالنورامة واضحة ولو انها مش كافية لكن اذا كانت هي موجودة او اقل شيء او يكون معنا المنطقة نحن نشوف حقم حدودها نشوف هل هي مقسمة الى فيها زي ما قلنا نسيبت او لا. اه لما نيجي نعمل ما نكون دخل ما نعماش ضغط قوي بالادوات حقنا بالبيرات بالبيزوتوم بالاشيه هذي يعني نشيل العظم بالراحة بالهداوة ولما نيجي نعمل كمان اه لما نيجي نعمل الرفع لازم نحاول نكون وكمان لازم تكون المنطقة اللي هي حالة من البيتر باتجاه البون والمنطقة اللي هي راوند او الامنة باتجاه المنبرين ويفضل احنا نشتغل بالبيزو لانو البيزو آمن جدا اكثر امانا بكثير من الراوند بير والاجهزة الاخرى. طيب انا الان حصلت وحصل عليه كيف اميز انه عندي احيانا تشوف انه خلاص التيرنج واضح يعني واضح واضح ما عندي يحتاجش انه واحد يبحث عنه شوف قدامك في فتحة واضحة في المنبرين فيتميز منباشرة. اه احيانا ما تميزش بس تشك يعني تحس انه طبعا هو اللي فقط اشتغل اللي يميز الشغلة هادي غالبا وانت تشتغل والمنبرين قدامك تشوف المنبرين زي القلب اللي ينبض زي القلب اللي ينبض تشوف انه يطلع وينزل يطلع وينزل مع النفس فاحيانا تشوف انه ضاع فاقعة فاقعة مع تفيش مش موجود معاك الشغلة هادي توقف ان تنفس فتشك بالشغلة هادي احيانا يكون صغير او في منطقة مخفية في الخلف يعني يتمزق من تحت مثلا من المنطقة السفلة فتشتي تتأكد في نسميها الفالسا الفالسالفا تيست اللي انا معروف كلهم يعرفوا يعرفوه اللي هو نخلي المريض يصد انفه ونقول له انه ينفخ اه من الان يحاول ينفخ من الف فهذا على طول بتشوف انه اه في ما في المنطقة على طول في هواي يخرج من هناك او في اه فقاقع تخرج من هذيك المنطقة تعرف انه حصل في عندي هنا طيب كمانجمنت انا خلاص حصل معي ولازم اصليها غلطتي يعني هي اي ممكن تحصل اي واحد طيب كيف ممكن احنا نصلح هذه المشكلة طبعا اول حاجة توقف المباشرة ويبدأ يعمل اه المارجنس للبرفوريشن احيانا زي ما قلنا تكون لسه قريبة من البون نحاول بكل حذر ان احنا نفصل المارجنس نحاول من تحت نوسع شوية اما بازالة شوية بون او او رفع الممبرين بحذر علشان نشوف المارجنس بشكل واضح ونقدر نتعامل معها اوكي اذا زي ما قلنا ممكن نشيل شوية العظم بشكل بشكل بسيط او بيزوتهم مثلا اه بعدين نبدأ نحاول نصلح هذا طبعا ممكن نحاول نصلحه عن طريقة او عن طريقة الممبرين او لو كان صغير جدا ممكن فقط ان احنا نعمل الممبرين نفسه نحاول نلو يعني نعمل نطويها على بعضه كده نكدسه تحت بحيث انه البرفوريشن يتغطى بممبرين اخر يعني هو نفسه زي بلو ما يكون معك مثلا ما نشفه فتطويها على بعض من تحت بحيث انك تغطي منطقة البرفوريشن خلونا نشوف الاب التفصيل انا عندي البرفوريشن هل هو الكبير ولا صغير احنا نصنف البرفوريشن صغير اذا كان اقل من خمسة ملي اذا كان من خمسة ملي فهو في الغالب نمكن زي ما قلنا قبل شوية انه احنا عن طريق فولدنج للممبرين نفسه يعني الممبرين زي ما قلنا نحاول 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 نلومه على بعض بحيث انه يتغطى منطقة البرفوريشن وممكن نستخدم مواد زي الكلاجين دريسنج او الفيبرين ادهيزف او الفيبرين فوم هادا الاشياء ممكن نحطها تحت البعد ما نلوي او نطوي الممبرين نحطها تحت من باب انها تساعد على حكاية انه يحصل طيب لو كان البرفوريشن كبير يعني فوق الخمسة ملي من خمسة الى عشرة ملي هنا ما عادي ينفعش ان احنا اا يعني لسه يعني عملنا الحركة الاولى ولازمنا شايفين الموجود فهنا ما ينفعش ان احنا نعمل الحركة الاول الكلمة عليها قبل شوية لا هنا يفضل احنا نجيب كل جيم من برين ونحطها من تحت الا الا او نغطي منطقة البرفوريشن طبعا طريقة هادة احنا تسمى يعني كأنك تلبسها كده زي البراشورت من تحت اوكي فنغطي البرفوريشن وبعدين نحط الجرافت اذا اذا حسين نتغطى ممكن نكمل حطي الجرافت طبعا ممكن واحد يعمل سوتشرينج لكن سوتشرينج يحتى الصوع صعب شوية احيانا الاكسز نفسه يكون صعب احيانا الميمبراين نفسه يتمزق يعمل باللسجل اكثر فانت ما يتعملهش الا لو كان عندك مهارة كافية وشايف انه يمكن يتحمل معك اذا هذا اللي قالناها قبل شوية انه يمكن يكون بسبب زي ما قلنا انه احيانا او قد يكون الميمبراين ماهوش اه صلب او ماهوش متين متين فممكن انه يحصل له اثناء العمل فطبعا احنا لو حاولنا برضو نخيط شوف ركزوا على الحاجة بالموجود معنا نستخدم سوتشر صغير جدا ستة ونستخدم طبعا حاجة او شي ابزوربيبول زي ما احنا شايفنا قدامنا بكريل او الاشياء او الاشياء اللي هي بذوب انت طبعا ما بتفتحاش مرة ثانية ولازم زي ما قلنا مقاس صغير جدا وتكون عندك مهارة كويسة في السوتشرينج لانه ممكن انك تسوق الامور اكثر لو حاولت تخيط وانت عندكش المهارة الكافية طيب من النقاط المهمة في آآ آآ زي ما قلنا انه الزبوم الممبرين زي الكولاجين من اكثر الاشياء اللي ممكن تستخدم عشان كده ما تدخلش آآ طبعا لآ قفل عشان كده ما تنفعش تدخل آآ من غير ما يكون جنبك كولاجين تحسبا لاي مشكلة آآ طبعا احنا لازم ما نحط الممبرين ما نخل ليش على بس منطقة لازم نخليه عامل على منطقة من ثلاثة الى خمسة ملية على حواف طيب من اللي موجودة انه احيانا نحتاج انه نثبت الممبرين في المنطقة يعني من خارج مثلا نثبته اما بعدين نشيلها في المرة الثانية او انه عن طريق ان احنا نثبتها بنخيط الممبرين نفسه اوكي اه اذا الممبرين اه ما قدرناش نغطيه او نعمل في العمل في المرة الاولى فخلاص نوقف الشغل كله ونرجع ندخل بعد ستة الى ثمانية اسابيع علشان نسمح انه يحصل لنا زي ما حايش شايفين في الصورة هنا في معانا هنا اللي هو على الصورة الشمال اه كيف اه مغطي من الاسفل وفي هذا اللي تستخدم للتفبيت زي ما احنا شايفين وبعدين من فوقه حط البونجرافت اه حلاص يعني بعد ما عمل اه قفل او اه احصلاح للشنايدرين من برين برفريشن هذه اه صورة ثانية زي ما انتم شايفين شوفوا اه كم معانا اثنين يعني بشك كبير جدا واضحين فهنا زي ما انتم شايفين في الصورة الثانية عامل الكولاجين من برين غطى بشكل واضح وكيف انه مغطي باكثر من المناطق مغطي يعني عامل على بتقريبا فوق الخمسة من اللي من كل جهة. طيب اذا هذي كانت الاولى اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي التكلمنا عليها قبل شوية اللي هي طيب في بعض الحالات زي ما قلنا من المشاكل اللي ممكن نلاقيها وجود او دخول في داخل السينس. طبعا الاسباب اللي موجودة اه اللي ممكن تسبب الشيء هذا انه اه يعني حصل شنيدرير اه وما قدرش واحد يعمل له كويس او مع عرفش فيه اصلا من البداية. فممكن زي ما قلنا تدخل داخل السينس. اه الشيء الثاني الا اه اه وانا جالس اشتغل زي ما قلنا ما حصلش في العمل لكن وانا جالس اعمل اه اه بونجرافت اه فيلينك مع الضغط الزيادة حصل من منطقة ما شفتهاش. فدخل من منها اه بونجرافت لداخل السينس. اه او زوتت يعني زوت 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 لده حصل ضغط على الممبرين ما حصلش وقتها بس مع الضغط الزايد على الممبرين حصل مع الوقت. النيكروسيس هذا فتح فتحة بين الممبرين بين السينس وبين البون ودخل البون لداخل السينس. طيب ايش اللي بيحصوا بعدين. طبعا زي ما قلنا ممكن البونجرافت يدخل لداخل السينس ويروح بعدين لمنطقة الاوستيام مكزلالي والسيمليونر هايتس وسدلي المكان هناك ومنع الدرينيج او وسط سينس ويحصل لبعدين في داخل السينس. ممكن يتحول كرونيكس سينس هايتس. يحصل انفكشن للجرافت وتفشل الجرافت تماما. او ممكن يتنتقل العدوى الى ويحصل لي الى قدر الله. طيب انا كيف اتصرف? مبدئيا اذا اكتشفنا الشغلة هذي فلازم نتابع المريض نتابع اول باول نشوف ايش اللي ممكن يحصل. نعطي 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 لانه زي ما قلنا الان في عندي امكانية عالية انه تحصل لسينسايتس. اذا ما اختفتش الاعراض فللاسف لازم واحد يدخل يعمل للمكان وينظف السينس لازم يكون معاك مجزول له فيش الكويس. واحيانا حتى انتي سيرجيان. طيب لو حصل برضه من اللي ممكن تحصل معايا انه يحصل ممكن الامبلانت بكلها تلاقية داخل السينس وهذه في حلقة سجرت بالشكل هذا. طيب ايش الاسباب اللي ممكن تؤدي الى هذا الكلام? طبعا هذه الاشياء اللي بعدين تكره نفسك انك دخلت امبلانت وانك حاولت احلمت بالامبلانت بفلوس الامبلانت وفعلا لانه اذا ما عملتش حساباتك على حاجة زي كده تخيل انت تشوف قدامك عامل اشعة وتشوف يعني كالثة يعني بونغراف داخل السينس ممكن الحال يمشي لكن هالي بالذات تخيل امبلانت داخل السينس مرة شفنا انت صورة من الصور انه في قدامنا امبلانت في الاوربيت مش عارف اسطولك الحقيقية ولا ولا فوتوشوب ولا والله ما تعرف يعني فعلا لكن ممكن تحصل لو نوعية العظم يعني اه سبونجي فخلاص من الامبلانت اه تتحرك خلاص تسافر فمشكلة فعلا يعني فمن الطبعا من المشاكل زي ما قلنا هذي من اسبابها انه من البداية انا ما كانش عندي اديكويت ابيكو ابيكو كورونا يعني دخلت على ثنين ثلاثة وفكرت انك تعمل هوا نستيج انك تحط الامبلانت اه اثنين ثلاثة ملي طبعا تحط الامبلانت وتحط اه رأى وترفع وترفع الممبرين او تعمل السينس وكان اللي باقي معاك ثنين ثلاثة ملي مثلا حطيتها ما كانش في ثباتية كويس وكمان كان مش كويس طبعا غالبا احنا نلاقي في المنطقة الخلفية في دي فور نلاقي اعني من دي فور فما فيش ولا في بون كوانتتي كويس وكمان انت ممكن تكون من الاشياء اللي عملت انك كمان وسعت الااستيوتوم او الامبلانت استيوتوم سايت اكثر من يعني خليت الامبلانت داخله لوز يعني تخيل ما فيش كوانتتي كويسة ما فيش كوانتتي كويسة وانت وسعت كمان فعلى طول برضو خلاص الامبلانت ماهش بتثبت هذا ممكن وانت كمان قال استشدها شديتها شوية فدخلت لداخل تلاقيها موجودة داخل السينس ساكنة هناك. وانت اللي تروح بعدين في دهية. طيب. اذا انا كيف اصطرف في حالة زي كده. انا طبعا اول شي لازم ان نعمل فطبعا هي غالبا سيئة اشياء هذي بالذات ممكن تكتشفها مباشرة تروح عليك الامبلانت في وقتها انت شفتها راحت عليك. اختفز من امامك. او انه حسيت انها دخلت شوية. تعمل بعدين تجي تلاقي انه السينس دخلت لداخل. طبعا اه اول حاجة لازم تعملها على طول انك تحاول تبعد وتبعد اللي دخل لداخل. اما اه اذا هي موجود طرفها او او ما نخلش بالكامل اه اه تبعدها من بشرة او بعدين للأسف بتضطر تدخل في داخل السينس. طبعا في الغالب تحصل انه حصل له وما يكونش غالبا اه طبعا ما نجيبه الخالط ما غيرش مش قادة تصرف فيه ان تكون فتحة كبيرة بعد ما تسحب فخلاص توقف العملية تماما وتدخل بعد فترة طويلة لا تقل عن ثلاثة اشهر على الاقل لو انتش تتعيد العمل. طيب كل اللي اتكلمنا عليه في طبعا احنا ما اتكلمش عن كل اللي موجودة اتكلم على الاهم لان هي كثيرة طبعا. فاللي اتكلمنا عليه في البداية كان هو بنتكلم شوية عن ايش الاشياء اللي ممكن تحصل لي بعد العملية طيب معانا ومعانا كنا شفناها في شريحة سابقة التحصل لي في الاسابيع الاولى او في الايام الاولى بعد العمل ما تاخدش وقت طويل عادة انه ممكن يحصل بعد العمل وهذا طبعا من من هذه الكمبليكيشنز ممكن يحصل مع اي جراحة في الغالب يعني هي مش من اشياء اللي هي ممكن تخوفك كثير لكن طبعا ممكن تحصل. البليدينج طبعا هالي برضو مقادر زي ما قلنا قبل شوية انه في معانا بعض الارتريز زي الارتري واعتقد الانفراربيتر برضو قريبة شوية فممكن اثناء العمل يحصل لها تيرينج فتحصل بعدين انه في بليدينج يحصل وتحصل يخرج من الان في الغالب. زي ما قلنا انه ممكن القرح الجرح اللي موجود او الواند اللي حم عملناه ما يلتأم بشكل كامل لو كان في اه ما فيش خيات كويس. فلاب نيكروسز ممكن الفلاب اللي اشتغلناه برضو ما يحصل له يحصل له نتيجة انه كان في انه كان في اه تنجن عالي على الفلاب فممكن يحصل له نيكروسز ويؤدي كمان انه يحصل اه زي ما قلنا ممكن يحصل لو حصل لو حصل داخل المنطقة. اه ممكن يحصل له يموسينس انه يحصل نزيف متواصل او هيماتومة من داخل السينس زي ما قلنا مع الانفكشنس اللي حاصلة. اه بين متواصل برضو ممكن يحصل لو حصل اي تروما داخل السينس لو في معي متواصل داخل السينس فممكن برضو تعمل لي المتواصل وممكن يحصل برستيزيا لو زي ما قلنا اثناء العمل لو ضربنا نيرف معين اه الانفراوربتال نيرف او ضربنا ممكن برضو يحصل لي برستيزيا في المنطقة. طيب الحشياء اللي ممكن تحصل لي بعد العمل بفترة. ممكن زي ما قلنا في المنطقة تسدل منطقة اللي هي ما بين السينس وما بين وما يعاد يحصلش اللي هي افرازات السينس فتبدا تحصل لي يحصل لي يممكن اكياس يحصل لي مشاكل اخرى. ممكن يتحول الموضو زي ما قلنا الى ممكن اللي حطيتها في المكان عشان استخدمها بعدين لحط الامبلانت نتيجة البرفريشن والانفكشن اللي حاصل فيها ما يحصل لهاش ما تتصلبش عشان كده لما لو قينا نحط لو ما ادركناش حتى وجود المشكلة نيجي نحط الامبلانت لا يكتبون تتصلب خالص فيعمل لي مشكلة وتفشل الزرعة. بعدين ممكن العظم نفسه يحصل له انفكشن وتحول الى اوسيومالايتس. وزي ما قلنا ممكن انفكشن تمتد الى الكافرنيا السينس اللي هي انتا كرينيال. او اللي قريبة من الكرينيام. او من منطقة من البين. فممكن تعمل لي مشكلة كبيرة فيها. وممكن يحصل لي زي ما قلنا التهاب يتحول الى سليولايتس. ممكن يوصل لي العامل لنا شغرا نسميها العامل لنا سليولايتس. طيب اذا زي ما قلنا الكلام اللي تكلمنا قبل شيء انه بعض الحالات العظم اللي اشتغلناه ما يتحصل لهش وما يحصلش لانه ما يحصلش بلا سبلا يحصل فيه وعشان كده زي ما قلنا فتفشل لانه العظم اللي موجود ما تحورش الى عظم حي وهذا يؤدي اه ان احنا طبعا اه يفضل انه نعمل يعادة لعملية الساينس ليفت. اذا مع هذا السلايد اه ننهي هذه المحاضرة ان شاء الله اتمنى ان شاء الله ان اكون قد وفق في تقديم الفائدة المطلوبة اه اشكر مقددا مجموعة الطب الاسنان مباشر والدكتور مازن دماني بشكل خاص على الدعوة الكريمة اه هذه مرسلة المرة الاولى اللي اه اقدم محاضرة معاهم ان شاء الله هذه تقديم المرة الثائثة اه واتري كل الاشتراف دائما بالتعاون معاهم واشكر جهودهم الكبيرة اه في هذا الاطار اه اتمنى زي ما كما قلت سابقا ان اكون وفقت في تقديم الفائدة الكافية والمناسبة ان شاء الله المحاضرة ان شاء الله ستكون معكم على مجموعة الطب الاسنان مباشر وايضا سأضعها على قناتي اعفة في اليوتيوب القناتي التعليمية الخاصة اه اه قناة الدكتور وضع الحاج ان شاء الله بتلاقوها هنا ان شاء الله اول بعد ما هتنزل على قناة الطب الاسنان مباشر اه تشاكر اه استماعكم مجددا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته